اهلا بكم ونستقنف كلام بدأنا فيه الاسبوع اللي فات مع ضفنا العزيز كاتبنا المحترم وخبرنا الاقوى في مجال او في شؤون الحرقات الاسلامية او الاصولية سميها كما تحب وضفنا العزيز احساس ماهل فرغالي منورتك صديف العزيز اخبارك كله تمام تمام انا شكرتك مقدما على مجموعة من الوثائق زي ما قلتلي كده قلتلي يوسف دي ما طلعتش بحتة قبل كده اه في بعض دا منها زي فات حماسر طلع يعني اه لكن اه لكن الاتنشر عن بعضها تاني سطور يعني سطور بقى الورقة في ورقة ما طلعش خالص طيب نبدأ بايه احنا عندنا خمس وسائق خليل نبدأ بوسيقة الهضيب في الاول باعتبار ان احنا عاوزين نقول في ناس كتيرة جدا بتنكر موضوع التنظيم الدولي وبيقولوا ما فيش حاجة اسمها تنظيم دولي ده كلام هلامي وكلام مش عارف فيه امه للمقر اللي في شارع كريكل وود في الهندل اللي بيعطيه براهيم ونيردعيه هيقول لك ده مكتب مصر بقى هيرد لك يقول لك ده مكتب مصر والفرع المصري يقول بتاعه لك فاحنا التنظيم الدولي لأ فكرة قديمة جدا لحسن البنة وبدأ بها في اليمن والصومال هنا الوثيقة بتاع الهضيب دي اللي احنا نعرضها دلوقتي هيو كانت في موسم الحج اربعة وسبعين وآآ قسم فيها المناطق قسم فيها المناطق وهنشوف محمد الصوف الشيخ محمد الغزالي هنشوف آآ قطر يوسف القرضاوي عبدالقادر حلمي في الكويت الامارات محمد المهدي الرياض محمود عندك محمود العريني عريني اه عندك جدا صالح غانم واندمام عفة عباس عطية ايوة عندك مسئول لاتصال مسئول لاتصال ماضي تحت وفي ورقة قابلها بس يبدو انها ما جاتش ماضي عليها الهضيب بنفسه دي كانوا عرضوها عليه تقسيم المناطق وهو وافق عليها فهنا دي كانت بداية اربعة وسبعين مش تاريخ بقى اللي هو اللي يتكلم عنه مصطفى مشهور وطلع والقصة الرواية اللي هي لأ دي قابل مصطفى مشهور بكتير دي قابل مصطفى مشهور ان هو لما طلع مصطفى مشهور بقى كده راح الكويت وطلع من الكويت مش عايف راح اوروبا ومش عارف مين والقصة دي كلها وسعيد رمضان ومم احنا بنتكلم هنا عن عن تأسيس في عهد الهضي بنفسه دي اول حاجة بقى عشان نزبط القصة التنظيم الموازي خلي بالك دي بتزبط الاخوان دايما اللي هي تنظيمين تنظيم علني وتنظيم موازي تنظيم الموازي الاخوان يعني حسين كمال الدين المرشد العام للاخوان في عهد مسلا الهضيبي حلم عبد المجيد في عهد عمر التنميسان دلوقت مين المرشد؟ ويتوه دمه بين القبائل هتقولك محمد بديع لك انا تلاقي فيه واحد تاني تحت بيه فيه تنظيم علني وتنظيم موازي محمد بديع في السجن يمقى ينوب عنه مسلا في حالة ابن راهيم مونير ده علني بالنسباننا بنكشوفه الدم فيه حد تاني بيحرم حد تاني دايما 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 في الاخوان طول تاريخها كده ويبقى الحد التاني ده اسم غير معلوم مش لكل الافراد مش لكل الافراد مين اللي يعرف الاسم التاني دايما يعرفوا اللي اه التنظيم الخاص طول طول الوقت التنظيم الخاص اللي عملوا البنة مستمر الجناح المسلح الخاص اه هو اللي بيحكم الجامعة اللي كان زمان فيه عبد الرحمن السندي ايه ايه او السندي محمود عبد الحليم وحمد حسين بالمناسبة الورق فيه بعض الورق الورق انا عندي خمس تلاف ورقة اه من احمد حسين اللي هو في اساس كان احد مؤسسي النظام الخاص اه من الرعيه الاول وآآ مع عبد الرحمن السندي فهو في بعض ورق عندك هنا منه اللي هي نشوف اللي هي ورق ورق الاستراتيجية اللي هي من احمد حسين بن احمد ورق من ورق ورق احمد حسين فين الاستراتيجية او اللي هتعرض واحنا اتكلمنا عنها للاسبوع اللي فات. ايه هي الاستراتيجية دي اللي هي اه هي تعملت سنة اتنين تماما. تماما. لكن هي اتمسكت في بيت يوسف الندى الفين خامسة. ده احنا كنا نتكلم على يوسف ندى المرة اللي فاتت فعشان كده قلت له تليه. حلقة جاية. هي دي. هي دي. آآ آآ كاتبها قيادة اسمها. ما هي استراتيجيات مقترحة لانجاح سيناريو النفس الطويل? آآ 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 استراتيجية اللي هي منطلقات. منطلقات للعمل بالاخواني في العالم. واه. دي ورقتين منها. الاستراتيجية اكبر من كده بكتير. حوالي 100 ورقة. آآ هنقرأ فيها تلات حاجات مهمين في الاستراتيجية دي يا استاذ يوسف. تلات حاجات في في المنطلقات دي. ايه. منطلق الاول ازاي تعاون مع الجماعات اللي بيسموها جمعات جهدية. لازم. اتعاون مع جمعات جهدية. آآ. حتى لو احنا مختلفين معهم لازم نتعاون معهم. اوكي. ده ظاهر في الرابعة صح? آآ. طيب. ده واحد. حصل. اتنين. الاحزاب والقوى السياسية الاخرى. الليبرالية. آآ. ازاي لنا استفيد بها. احاول استملهم لناحيتي. طب. واخلق موجة تعاطف. آآ. او دعم بشكل او باخر. تمام. هنمعرض بس الصفحة الاولى مرة تاني. ماشي. هاتوا الصفحة الاولى مرة تمانية يا ولاد. شوفوا المنطلق بقى مع مع الاعلام والمنطلق مع استخدام المنظمات الحقوقية. آآ. انت عندك هنا اتناشر منطلق. اتناشر منطلق. والمنطلقات دي. سنة تلاتة وتمانين. شهر اتناشر تلاتة وتمانين. ايوة. ايوة المنطلقات دي كلها طبقوها بالحرف. اوكي. وبيطبقوا بالحرف. دي خطيرة جهد. انا حوزت اتجاه عالمين. الفين خمسة. كاتبها القيادة محمد راكرم اكثر من مائة ورقة. اه. انا مش عندي كاملة. عندي حوالي منها تلاتين اربعين ورقة لكن. هو مكتوب فعلا انهما التقرير من مائة ورقة اتكتبت فيه شهر اتناشر الف وتسعمائة ثلاثة وتمانين. ايوة. واحد اتناشر الف وتسعمائة ثلاثة وتمانين. نحو استراتيجية عالمية. عاوزين يا طبعا مش شايف من هنا ما جبتش النظارة لكن كنا ممكن نقرأ باند منهم. تاخد نظارتي ولا لي? لا نقرأ باند منهم بس يعني انت ممكن تقرأ باند منهم. اختار باند وقرأة كده عشان الناس المشاهدين تشوف بقى الدنيا. هنختار باند. شوف يا سيدي. عايز الايه بقى? قال لك المنطلق الاول. معرفة ارض الواقع واعتماد المنهجية العلمية في التخطيط والتنفيذ. المنطلق التاني. ايه. ايه. في العمل. المنطلق التالت. الجمع بين الالتزام العالمي. والايه? والمرونة. ايوة. الداخلية. اه. غالبا. المحلية. ايوة. اه. المنطلق الرابع. الجمع بين الاشتغال بالسياسة وعدم الانعزال عن الجبهة. تمام. انا هيهمني المنطلقات اللي بعد كده. بتاع الحزاب والقوى الليبرالية والجمعات. ماشي. السعي لاقامة الدولة الاسلامية والعمل الموازي التدريجي في السيطرة. الموازي. شفت الموازي اللي انا اتكلمت عنه في هول حلقة. والعمل الموازي. والسيطرة على مراكز القوى المحلية. داخل الدولة. من جهة اه محلية. ايه. من دي النقطة المهمة جدا. نقل ببقى على الورق اللي بعده. عشان الوقت طبعا. احنا. احنا. يعني عندنا ورق. لا كده لو كده بقى نكمل اسموع جاي ان شاء الله. اه. مثلا. الصفحة اللي بعدها فيها المنطلق التاسع. ايوة. اللي هي ايه. الخطس له صغير. الخط صغير جدا. خط صغير. ودعم الحركات الجهادية. عندك. اه. دعم الحركات الجهادية. صح. في المنطلق التاسع. يعني هو بيدعم الجماعات الاخرى. ايوة اه. صح. لازم للدعوة الاسلامية ودعم الحركات الجهادية في العالم الاسلامي. بنسب متفاوتة قدر المستطاع. انا هنا برد بالوثيقة دي على ايه. وتوضح للوثيقة دي سياسات الاخوان. التعاون مع جماعات الاخرى. ما ده عملوه. في التامينات مش باعة عبدالله عزيزيز. وبنسب متفاوتة. حسب الجماعة وحسب قدرها وحسب. نشتغل معا دي كم في المية. نشتغل معا دي. عندهم مكتب اسم مكتب التخطيط. نساعد دي نسيب دي تغرأ. ايو. مضح بيها مش مشكلة. في بقى حاجة لطيفة خالص مكتوبة. دي اكتر من رعاية. قال لك ايه بقى. قال لك ايه. عاملين حاجة على كلمة القضية الفلسطينية. استخدام القضية الفلسطينية. ايو. صح. استخدام للزينا. طيب. دي 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 ورقتين. دي ورقتين احنا لو جبنا بقية الورقة بتوحى. في نقاط كتيرة جدا وخطيرة جدا. نسيحن بندي امسلة بس. اوكي. خلينا احنا كده بقى هتلنا ال ال انتعة المركز الدولي. اه. هي. هي. اهتو المركز الدولي يا نديم. المركز الدولي. وفي ورقة كمان لو نطلح مركز اتقان. ليه ليه بقول مركز اتقان ما قابل مركز الدولي. عشان اوضحلك. ان عند الجماعة اخوان المسلمين ايه المركز الدولي? مركز الدولي ده موجود في لبنان. انا كلمت عنه الحلقة الفاتت. مم. موجود في لبنان. حط لهم الخطة اللي هي ايه اللي احنا هنعرض هنعرض بعض نقاط منها دي. اللي هتبقى موجودة على الشاشة دي. هتبقى موجودة على الشاشة دي. يعملوا ايه بعد الفين تلاتاشر. تمام? ففي مركز اتقان بقى هتشوف عبدالمنع مابل فتوح هنا. حاضر جلسة. ها. في ايه للتخطير. ده المركز الدولي للدراسات او. المركز الدولي للدراسات. ده موقف استراتيجي على المستوى المحلي دخلي في مصر والخارجي. يعملوا ايه بعد عزل رئيسه معزل الجماعة من الحق. سيناريوهات. هو حط في الاول اتكلم عن الاخطار اللي هتواجه الجماعة في حالة عزلهم. عمل تقريبا خمس اخطار. خمس اخطار. اهم خطر فيهم انه شاف ان الجماعة هتتفكت. والجماعة بتتفكت. ايه كده تضخم مشاريع عن الاضطهاد والظلم لدى قادة الجماعة وقواعدها. الخطر التاني. اندماج بعض انصار الجماعة مع المجتمع بالطيارات السلفية. مما يؤثر سلبيا على المستقبل على جماهير الجماعة. ايوه. ايه كويس كده. الخطر التالت. الاقصاء الذاتي. ليس بالابتعاد عن السياسة فقط. بل عن النشاط المجتمعي كله. تمام. الخطر الرابع. تفاعلات تنظيمية حادة داخل الجماعة. وده اللي حصل. تفاعلات تنظيمية حادة. هو شايف دينه ضمن الاخطار اللي هتواجهه. الكلام ده يلينه في 2013. خناءة كمال مع عزة. بس عندك الاخطار كمان خارج مصر. هو شايف بقى الاخطار خارج مصر اكتر من كده. الخطر الخامسة هو العودة الى العمل السري. بيحصل. العنف بيحصل. اندماج انصار الجماعة بالطيارات السلفية. بيحصل. الاقصاء الذاتي واللي بتعادة على المجتمع. حدوث الانشقاقات والتصدعات ومراجعات للتنظيم القديم. ده نفس اللي بيجرى دلوقتي حالا. نفس اللي بيحصل دلوقتي. تمام? انا همني بقى السيناريوهات اللي هم يعملوها. او اللي هم خططوا ليها وكتبها لهم المركز بحضور عدد من قيادات الجماعة. دي دي مهمة جدا. اه سيناريوهات المتاحة للتعامل. السيناريوهات وحط مجموعة من السيناريوهات. اربع بدا نوسلم. يقول خلاص يا جماعة وانا ايه اطلح في بيان ثلاثة سبعة ايه بيان ثلاثة سبعة. اوكي. ده هم رفضوك كتب قوليه الرفض التام. سيناريو الصمود بالنفس الطويل. النفس الطويل هو اعتمدوه. هو اعتمدوه. ان انا اعمل نفس الطويل بس يقولك ازاي النفس الطويل اللي هيتم. وهيتم باختار كتير جدا بارهاب. محتمل. خلينا بس السيناريو التالت ايه عندك. طرح الثقة. ومسمينه البديل المر. ايه. لو ات خلاص. خلاص. احنا كويسين. مية مية. ووافقين على تلاتين ستة. ايوه. احنا زي الفل. طي. نخرج بقى من السجن. اي رأيكم. نشوف بقى اللي هو النفس الطويل. قالك نعمل ايه بقى. نعمل ايه. نعمل ايه. نعمل ايه بقى. نعمل ايه. في سيناريو النفس الطويل. نعمل ايه بقى عندك. اه. استراتيجي. انا عليش قلنا ايه هعمل اضايا. برا. احتجاج المناكز الحقوقية. منظمات حقية محمد السلطان وسلم اشرف عبغفار والمجموعة دي. المطالبة بتعليق المعونة الامريكية. طالبوا بها. جربوها مرة فعلا. مرة كنت ايام اوباما ومرة دلوقتي. ايه. محاولة تشويه الصورة والسمعة بالادعاءات. بالادعاءات. ده كاتبينها بالنص. هم قالين بالادعاء. بالكازر. تماما. الاستفادة من الدول الداعمة. استفادوا. لما قالوا يا كيفا. طيب. طيب. هروح لفاصل. ايه. ونرجع نكمل. يا نهاري سود على هذه الاستراتيجيات والسيناريوهات. اربع سيناريوهات. كلهم اقزر من بعض. بصراحة. خلونا نكمل كلامنا زي ما كنت بقول لكو. في مجموعة من الوثائق الحصرية فقط لبرنامج التاسعة. مع ضفنا العزيز استاذ ماهر فرغالي. الباحث في شؤون الحركات الاسلامية. بالمناسبة الوثائق بتاعته. فهو ما نختصنا بها. استنونا بعد الفاصل. بصوا عشان بس تتبقوا فاهمين. دي حلقة التشويق. فما يأتي خلال الاسابيع القادمة هو اكبر واعظم واقوى بكتير. يعني اسس التجنيد عند الجماعة ودي ما طلعتش المخلوق. بخط سعيد حوى. بخط ايده. بخط ايده. عملنا اللي علينا والباقي على الله. والله العظيم. وسعيد حوى ليست للسراتيجية الإخوانية. الف ورقة. طيب. تعال قبل سعيد حوى ده هيبقى الأسبوع الجاي هنقعد ننقنق وننزمز فيه. هناخد مساحة اطول واكبر. نزبط اضاقتنا. نقف على شاشتنا. نشرح بقى ايه؟ الدنيا. نشرح. تجنيدنا. تجنيدنا. تجنيدهم ولاد اللذينة. فتح مصر. دي خيرة الشاطر اللي كاتبها. والوسيقة دي منشورة. يعني اتنشرت. اعتقد في مجلة المصور زماني. نشر بعض بنود منها. احنا جايبين على اهميتها بس. حلو. بتتكلم على البدايات. الغريب ان الجامعات حتى المسلحة الارهابية التانية بتتكلم برضو تحت عنوان فتح مصر. كيف نفتح مصر. برضو ليهم كتب كبير. جوهرت التاج ودرة الخير. ايوه ازاي. كله عايز البندي. ويسميها فتح يعني الرجل يعني 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 هيعمل لي فتحات يعني دينية وبتع فتح مصر. شوف بادئ ازاي بقى. طيب بادئ بانه لا ينبغي لاحدنا ان ينزعج من صيحات اعداء اعداء الدعوة وتربسهم بنا وكيدهم لنا. فهذا امر المنطقي اقتدته سنة التدافع بين الحق والباطن. اهو ده ده. الواد مسالم. خيرات المسالم. اهو. والصراع بين الشر والخير. بعد كده بساشت بايات من القرآن الكريم. اه. اه. بيقول انه ده في شأن اعداء الدعوة. ولا يازلون يقاتلونك حتى يردوكم عن دينه. الغريب يحط الايات اللي هي نزلة على الكفار ايام النبي على الفئة التانية اللي هي الدولة. اه. اي حد هيقف وش جماعي. يقاتلونك وردوكم عن دينه. كأن احنا هنردوا عن دينه. محدش قالوا ارتد عن دينه. انا مال. خالص يعني. كل الجوامع دي. ما انا مش افر. وردك عندينك ازاي. طيب البدايات. في ظل هذا الصراع والتدافع ينبغي ان يعلم الاخوان. حتمية المحنة طول الوقت المظلمية. على طول. على طول. العمل الاسلامي فريضة. وحدة العمل الاسلامي فريضة شرعية. زي ما قال المصطفى مشهور. ما شاء الله. استاذه. شاف تخيل تورس القطبي ما هو استاذه في نفس الطيار. طيار القطبي. وفتح حياة كمتاع لبنان. اي كده قد اشار الحاج مصطفى مشهور عليه رحمة الله. الى وجوب توحيد العمل الاسلامي تحت راية واحدة. واشار الاستاذ. فاتحي كندمين بقى بتاع الجماعة الاسلامية في لبنان. في لبنان. استاذهم برضو منظر. الى ان وحدة العمل الاسلامي من الفرائض التي نتعبد بها. ده ما يهمنيش كل الكلام ده. كل ده كلام انشائي. ما يهمني البنود. اه. الحركيات ولا ايه. الحركيات. هو بادئ اه. ازاي بقى هيفتح مصر دي بقى تحت خالص. في البنود اللي تحت خالص. ازاي. حبوب استخدام التخفي والتمويه لتحقيق خطة التخفي. يباول حاجة. التخفي. اول حاجة. لازم العضو الاخواني. متخفي. بيتربع على انه يكون متخفي. لا ملتحي ولا مش عارف ولا جلباب قصير زي السالفين ولا. حبوب. لازم طول في عمره كده. ادوى احد. اه. خطة التخفي ما فعله الرسولة ماشي. وبعد كده استخدام المرحلية اي تدرك في الخطوات. المرحلية اقامة محطات الدعوة. مرحلية. يعني واحدة واحدة. واحدة تجرد تانية. يدخل في المرات ينافس على ثمانين عضو في البرلمان بعد شوية مش عارفه. مرحلية. اقامة قنوات اتصال بين الاخواني والحزب الحاكم. وبشخصيات النافدة في العمل السياسي. عملوها. هو بيقول وقد تم هذا الامر. وتم وضع في العمل. هو نفسه قال كده احنا عملناها. تمام. استخدام طريقة المسكنات والمهدئات مع النظام الحاكم. ايوة كل ما تجي تكلم وقولك احنا 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 مش بتوع عنف. انا غلاب يا بيه. احنا مش بتوع عنف واحنا بنواجه الارهاب صح. اه شغل الرأي العام بالاخوان واستخدام النقد الاعمال. ايه عمل اي حاجة يشغل يشغل الرأي العام بالاخوان فيك. فقط ده احنا بنتكلم عن فترة ايه. هو بيقول كده. المما يخلقوا حالة من التعاطف حولها. الوثيقة دي قبل الفين حداشر. فخلي بالك من الظروف اللي كنت بيت فيها الوثيقة. هو ايه احنا هو بيتكلم عن فترة مبارك. خلي بالك. واستثمار التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة. لا. هو الحلقة خلصت اه. احنا نسوف هو الجاي بازن ربنا سبحانه وتعالى. لا انا نجيب وسقتين احسن حاجة اللي هما التجنيد اللي كتبها. الاسس العامة للاستقطاب والتجنيد. اه. منيه اللي كتبها حوى. السعيد حوى بخط يده. وهنقراهم. هنجيبها لنا بخط يده. بخط يده. هنقراهم لان ابنوتها مهمة للناس تعرف ازاي. الاخوان تستقطع. ده مهم جدا. لان مش هنقدر نخلص الحلقة كلها في الورق ده كله. هناخد ورق يعني ورق ورق. افضل يعني. ماشي الكلام. نورت وشرفت. وابهجت واسعت. وافت وتبرعت. اشكرك جدا. ضفنا العزيز. صديق العزيز. استاذ مار فرغالي. كاتبنا وخبرنا الرائع والمتبحر في شؤون الحركات الاسلامية او الاصولية تاني اقول لك سميها زي ما تسميها. انا اسميها الجماعات المتشددة والمسلح. هذا الرجل يعلم هذه الجماعات جيدا. لديه من الوسائق اندرها. استنونا بازن الله وكننا للعمر مع استاذ مهر على الاسبوع الجاي. اما العبد لله ان كان لنا العمر يبقى موجود مع حضرتكم بكرة في التاسعة. سلامات. موسيقى